روى البيهقي من حديث أنس أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيتك تعلمني خيرا فأخذ النبي بيده ثم قال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فعقد أربعا في يده ثم ولا تفكر الأعرابي فرجع فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال تفكر البائس قال الأعرابي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر هذه لله فما لي يا رسول الله قال إذا قلت سبحان الله قال الله صدقته فإذا قلت الحمد لله قال الله صدقته فإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقته فإذا قلت والله أكبر قال الله صدقته ثم قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني فإذا قلت اللهم ارحمني قال الله فعلت فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله فعلت فإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت فعقد سبعا في يده ثم ولا إخواني وأخواتي هذه البشرى العظيمة بهذه الأذكار المباركة حافظوا عليها لتصدقوا وحافظوا عليها لتنالوا المغفرة والرزق والرحمة هذا خير كبير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني هذا عند البيهقي والأصل عند مسلم وفي صحيح ابن حبان وعند كثير من الحفاظ والمحدثين والحمد لله رب العالمين